تمر علينا الأيام والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه وراء الستار الغيب هل قرأنا دعاء الندبة هل ضججنا مع الضاجين حزنا على غيبة الإمام صلوات الله عليه هل عججنا مع العاجين هل بكينا مع الباكين هل ذكرنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في أيام الجمع قبل الغروب أولياء الله سبحانه وتعالى ينقل في أحوال بعضهم أنه كانوا يخصصون الساعات الأخيرة من يوم الجمعة للحديث مع الإمام المهم للبكاء على هذا الحرمان الذي نالنا من غيبته لقراءة زيارة آل ياسين التي تبدأ بهذه الجملة السلام على آل ياسين هذه من الزيارات المهمة التي ينبغي أن نقرأها على الأقل في أيام الجمعة في عصر الجمعة ترجمة نانسي قنقر